أهداف التدريب إن مدى أهمية التعرف على الاحتياجات التدريبية لمندوبي البيع تكمن فيما يلي أولاً أنها تعتبر الأساس الذي يرتكز عليه برنامج التدريب ويوجه إليه المحتوى التدريبي لهذا البرنامج ثانياً أنه يعتبر المؤشر الذي يوجه التدريب في الاتجاه الصحيح ثالثاً أنه في غياب التحديد الواضح لهذه الاحتياجات فإن العملية التدريبية تصبح تكلفة جهد وقت مال بلا حدود مستويات تطوير المهارات البيعية يعتقد بعض مدير المبيعات أن عملية تطوير وتنمية المهارات والقدرات البيعية تقتصر فقط على المستويات الإشراقية ولكن إذا اعتبرنا أن هذه العملية ضرورة يستلزمها الأداء الفعال والإنتاجية في الجهد البيعي فإنه يجب أن يمتد تطبيقها ليشمل جميع المستويات الوظيفية داخل إدارة المبيعات وبالرغم من أن اختلاف غرض ومضمون برنامج التطوير في كل مستوى من هذه المستويات